بعد انتهاء دوامة العنف التي جلبها غرابيب داعش إلى المنطقة خطر محدق لا يقل خطورة عن سابقتها في العراق الذي يتعرض حاليا إلى أزمة شحة المياه وربما تتحول إلى كارثة بيئية في الأعوام المقبلة ما لم تضع الحكومة الاتحادية سراتيجية واضحة لمحاربة التصحر وزيادة مصادر المياه الشحة التي تحصل الآن بسبب ظروف طبيعية تكون أكثر شدة بسبب السدود الموجودة فنحن نتوقع المعطيات لهذه السنة غير مشجعة نعتقد أن الوضع سيكون شحيح نعتقد أن زراعتنا الصيفية ستتأثر ونأمل أن نكون قادرين أيضا على الحصول أو توصيل مياه الشرب إلى كل مناطق العراق مشروع نظم المشخاب الإروائي الذي توقف بنائه منذ أكثر من خمس سنوات أعلن وزير الموارد المائية خلال زيارته إلى النجافة المباشرة الفعلية لإكمال المشروع بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص المبلغ المتبقي لإكماله التخصيصات اللازمة بحدود 25 مليار دينار هذا مبلغ زهيد في ظل ظروف أخرى لكن مبلغ كبير في ظل ظروفنا المالية الحالية منذ سنتين ثلاثة ولكن الحرب أيضا مع داعش انتهت إلى درجة كبيرة ونظرا لأهمية هذا المنشأ قرر السيد الرئيس الوزراء إيجاد التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط من المؤمل أنه يغطي مساحة 90 ألف دونم من كفل الشنافية ومساحة أكثر من 50 إلى 70 ألف دونم من أراضي بحر النجف تم المباشرة به قبل 1.12.2016 وأيضا عانت الشركة من عدم توفر السيولة المالية كثيرة هي المشاريع الاستراتيجية في محافظة النجف الأشرف ومن ضمنها مشروع نظم المشخاب الإروائي الذي سوف يغطي حاجة الفلاح العراقي من المياه وجاءت زيارة الوزير للإطلاع على المشروع ميدانيا وتحصيل الأموال اللازمة لإكمال المشروع الحيوي من مدينة النجف الأشرف أحمد الحسيني قناة الرشيد